في الثالث والعشرين من يناير العام الفين وخمسة عشر تعيين يضخ دماء جديدة لوزارة الدفاع السعودية الأمير محمد بن سلمان منذ أن استلم حقيبة الوزارة العسكرية الأولى في البلاد شهدت الوزارة طوال أقل من عام حراك كبيرا لعل دلالته الأولى كانت عملية عصفة الحزم لمساندة الشرعية في اليمن إذ وفي مدة قصيرة تألف تحالف من عشر دول الحراك في وزارة الدفاع السعودية ظل مستمرا عبر المحادثات العسكرية مع عدد من دول العالم التي كان يقودها الأمير الشاب أفضى بعضها إلى توقيع اتفاقيات تعاون وتسليح كما حدث مع فرنسا وروسيا قيادة دول العالم التي توافدت على الرياض خلال الأشهر الماضية كان لاجتماعات الأمير محمد بن سلمان معهم حيزا كبيرا من برامج زياراتهم وفي تلك اللقاءات حضر المجال الدفاعي بشكل بارز أعلان تحالف من مجموعة من الدول الإسلامية الأمير محمد بن سلمان أعلن عن تشكيل تحالف دوليا يضم دولا إسلامية عدة لمحاربة الإرهاب ليأتي هذا الإعلان نتاجا للمباحثات التي كان يعقدها مع زعماء تلك الدول المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدفاع للإعلان عن تشكيل التحالف كان هو الأول للأمير محمد بن سلمان وفيه كانت الإجابات على أسئلة الإعلام واضحة ومباشرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر